لكن متعرفش الطفلة المعجزة دي كانت عبقرية جدا يعني مفيش أفرح في بداية التمانينات إلا كان فيه صبرين يعني مش عايز أقولكو كانت يعني فقرة رئيسية جدا يعني كانت دايما الناس تحبها ده لما كبرت بعد كده شوية ابتديت يعني مثلت في أفلام طبعا مع الأستاذ حلمي رفله شوف أنا من جيل الرواد يعني اشتغلت مع الأستاذ حلمي رفله كان فيلم اسم حب حلا من حب مع مدام نجلق فاتحي ربنا ديها صح مين بقى لدخارك التمثيل سيد أحمد السبعوي المخرج الله يرحمه الله يرحمه شافني شافني وكانوا طالبين في حب حلا من حب بنات يعني كتير كان عاني كم سنة سايفة سبع سنين تقريبا ست سنين انتي بدأ بدلي خلص لا لا خالد بص أنا يعني هايز أقولك حب حلا من حب ده كان كل كان بتعارت في الأوبرا وأنا أساسا من أرض شريف العتبة يعني فجنبنا الأوبرا فكان كل المدرسة راحة تتفرجت فأنا كنت نكمل من أولاد سبع سنين يعني يعني انت فكرك ان كل الحاجات اللي بتمر بظروفك الصعبة دي انت فكرك ان انت مش هتيجي بعد كل حب والتمييز اللي انت في المدرسة فيه والكلام ده كله انت متبقاش فرحان أكيد برضو ليها نوع من ما بيش حد المدرسين حد من زمالك شافك وانت بتعمليه شو مثلا بالليل قالك شفتك مبارح أستاذ بتاعك قالك حد بالصدفة كان وقع الموضوع عليهم غريب النظر بتاع المدرسة آه النظرة كانت النظرة كانت كنت حضرت انا كنت يعني ايه انا على فكرة كنت طالبة محترمة يعني ما كنتش مشاغبة الا في الكبر لما بقيت سنوية عام سنوية عامة بقى بتديت يعني الصحاب برضو هما اللي بيعلموك بقى الشقابة وكمان في السنوية العامة في مدرسة الحوياتي كنت منوتة بقى حلوة والكلام طب كنت شايفة نفسي شوية انما قبل كده كنت طالبة ففي الاعداد دي كنت كانت اتذكر كانت مديرة المدرسة الله يقدس روحة كان اسمها دكتورة سعاد ميليكة كانت الفلكي كان مدرسة الفلكي الاعدادية وكنت انا موجودة وكنت كده اطلع كنت خاف منها او لان هي كانت حد يعني شديد او يعني فشفتني فرح فبقيت تشبه عليك طول ما انا طالع بعد واحنا تعرف هما بيبقوا فين واحنا تلاعين شفتها فين يا ربي شفتها فين يا ربي بس خلي بالك انا كنت برضو بحط مكياج ومش عارف ايه وكده والشعر ما بيبقى هايش ومتسيق والقصايق والحركات كده شتان بينها وبين الطالبة اللي في المدرسة او الفيونكات ولا لا ما كنتش فيونكات قوي يعني بس برضو ايه يعني برضو يعني لبس اليونفورم اكيد مختلف يعني فين وفين لقيتها بتتجوريني من ايدي الليك تعالي هنا انت مرفودة قلت لا مرفودة ليه انت مرفودة انت بيشتقوا منك في مدرسة هي حب تعمل معايا كده يعني حركة ان هي هي عايز تعرف انا اللي بغاني بس مش عارفة جيبها ليه ازاي المديرة فالمهم انا كنت ساعتها بخاف ساعتها قوي من ماما وبابا ان انا استدعيهم للمدرسة فروحت قولك الخالي الله رحمه يعني قلت له خالي انا عندي كذا كذا والنظرة يعني صعبة قوي والمديرة فظيعة وكلام ده المهم خالي راح معايا المدرسة تاني يوم وكده فالسعاد اول ما دخل ساك سعاد طوح صعب جدا بالزمان وقلقت له انا بقالي سنع البنت دي مجنناني هي دي متغني وكده قالها قايت له دي رائعة وقامت واخداني وبسيتني وقالتلي انتي هتبقي حاجة رائعة انتي ليه مكسوفة انك تقولي انتي مفروض وساعتها بقى يا استاذ تدبست في كل انشطة المدرسة ايش تمثيل واشي غور ما انا كنت ليه ما بقولش كمان لان كان ساعتها بجد لما بيكون في حد مغوف في المدرسة بيقبص كل الانشطة الدراسية مزيكة تلاقيه غنى تلاقيه تمثيل تلاقيه فانا كان كل ده موجود الحمد لله عندي فبالتالي ما كنتش راهض حفظ فما كانتش عندي وقت يعني ما كانش فيه وقت كان لازم اروح المدرسة انا اتعلم بس الغنى والحاجات ايه في المدرسة وبرى المدرسة ايه مدرسة وبرى المدرسة ايه مدرسة وبرى المدرسة اصعب جدا لما كانتش عن النهارات